تعتبر المرأة الإماراتية أيقونة في خطوط الأزياء والمجوهرات وعالم الموضة لمعت في تصميم الأزياء الراقية وأبدعت في تنظيم المهرجانات والمحافل الترفيهية أنارت المنصات الاجتماعية وتفردها بطرح المحتوى الرقمي طيفتنا اليوم متميزة جداً هي مصممة أزياء إعلامية وناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي صنعت بالفعل لنفسها بصمة في عالم الأزياء بالإضافة لأسلوبها المميز في تصليط الضوء على أسلوب حياة المرأة الإماراتية في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية الجمال والموضة والأناقة هل رحب معكم مضيفتنا المتميزة حليمة المهيري إعلامية وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ومصممة أزياء صبحت شاء الله بالخير صبحت شاء الله نورتنا شوال جمال حبيبتي حبيبتي نورتنا حبيبتي تسنمين حليمة ما شاء الله متعددة نقول نشاطات والمواهب مصممة أزياء ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وأهلامية بالجدارة صر هذا التنوع الجميل والله فيديتك هذا ما يمن فراغ يعني أنا كبداية درست إدارة الأعمال فبعدين توجهت للأزياء اللي هي العبيب جلابيات وجلابيات المناسبات عقب سبحان الله يتني عروض كثيرة يومي أطلع في القنوات على خامة صوتي فحبيت هالمجال وبدأت أدرس فيه وأخذ دورات وأثقف نفسي فيه وبعدين ما شاء الله اشتغلت كمراسلة في قناة سمد بي فتحت لي أبوابها من كل الأبواب وتعلمت على أكبر أساتذة في قناة سمد بي منهم حسين المناعي اللي أوجه له كل الشكر وكان معنا طبعا أحمد المنصوري اللي ما أنسى فضله فكانت انطلاقتي من واشاء الله من قناة سمد بي سبحان الله بعدها يتظروف البيت وبنتي فخفيت شوية من الإعلام بس استمرت على تصميم الأزياء عقب تصميم الأزياء حنيت المجالي الإعلامي فقلت ليش ما أكون نشطة وأرد أسوي يعني نفس قبل يعني نشطة عن خلني نقول على المستوى العام يعني أغطي خلني مؤتمرات معارض إيفنتات أي شيء يخص المرأة أنا أغطي حليمي الأشياء كانت مرتبطة مع بعض بالفعل يعني ما شاء الله قلتي كان أول شيء التصاميم بعدها دخلتي المجال الإعلامي للكريزمة ولظهور الإعلامي للصوت وبعدها حبيت ترجعين لمجال الإعلامي عن طريق السوشال ميديا المواضيع اللي أكثر شيء تركزين عليها وتطرحينها على مواقع التواصل الاجتماعي شوفي أكثر المواضيع المواضيع أول شيء بداية المواضيع التطوعية صحة المرأة نفسية المرأة يعني مستواها الدراسي والتعليمي وتوجهها آخر شيء بالأزياء بعقب الأزياء بالإهتمام بالبشرة خلنا نقول حلو تحصلين وقت لكل هذه الأشياء حليمة أني اشترت به يعني ما شاء الله يمكن المواضيع اللي ذكرتها يحتاج لها وقت يحتاج لها صور فيديوهات أكيد ما طلع أنت ما شاء الله تتكلمين عن أي شيء يعني تمثلين المرأة الإماراتية المرأة الإماراتية بالعادات بالتقاليد بالشيلة بالعباء فكيف تحسين الموضوع الموازنة بين البيت والعيال والله شوفي إذا عند الشغف بتفرقين بين هالأشياء بتفرقين بين الشغل بتخلين كل شيء بتعطينا حقه بس لازم يكون عند الشغف لازم تحبين الشيء اللي أنت تسوينا هذا هو السر هذا هو مفتاح هذه الخلطة السرية الخلطة السرية لازم تتوجهين للشيء اللي أنت تحبينه فبتبدعين فيه بدون شك والشيء اللي أنت تحبينه ويكون فيه شغف وحب أكيد حليما الواحد يستمر ويعطي أكثر ما شاء الله شاركت في العديد من نقول الأنشطة وخاصة المجالات التطوعية كلمين عن هذه الأعمال التطوعية ومشاركات مشاركاتي يعني كبداية لي كان في نادي ذاخر لكبار المواطنين كان بالنسبة للجدات وأمهاتنا وأبعنا فسوينا مع الجنريشن اللي هم في القريد وان قريد تو سوينا معهم تواصل أجيال كيف هالجيل لازم ما ينسى أجدادنا وآباهنا فكنا نسوي لهم رحلات نسوي لهم رحلات على الحديقة سوينا لهم كذلك زرناهم في نادي ذاخر اللي هو في البرشة فحسين أن الأطفال يعني يردون أجدادنا لهم الأصل لهم يعلمون العمل والتوجه يعني لازم نرد لأجدادنا فكان هذا التواصل بعدين كذلك حبينا نيب أمهاتنا وآباهنا كبار السلم واطنين يبناهم على الأفطار كان في رمضان الحمد لله فاجتمعنا جوعة اللي كان حتى يعني الأطفال حبوا هالشي ونحن حبينا هالشي فبالعكس أن المجال التطوعي من بدايتي يعني لأننا خذناه من أمهاتنا وآباهنا مثل ما تعرفين في دولة الإمارات يعني العمل التطوعي وصانع عليه أبونا زايد وشيوخنا الله يحفظهم عقبه نحن خذنا هالشي عنهم توارث عن أجدادنا لين ما وصلنا لين ما يوصل لعياننا إن شاء الله جميل ومكلفت انتباهي حليمة مشاركت ناس ما قلت تواصل الأجيال يعني مع كبار المواطنين والموضوع كان فيه أطفال وصغار فشي جميل ليكون فيه تواصل ونقل هذه العادات هذا الموروث والإرث الإماراتي والثقافي فمشاء الله كان الأمهات يعطون الصغارية كلماتنا من الموروث الإماراتي الجديم يعلمونها شو اتفق شو أبوي البرزة وحتى تعلمونهم هاي الكلمات الصعبة اللي يستخدمونها الأولين أمهاتنا والأطفال يردون عليهم يعلمونهم بعد كلمات إنجليزية حلو حرفتي خلهم يتبادلون هم يعلمون الكلمات الجديمة وليهال يعلمونهم الكلمات إنجليزية ففعلا شي ممتع صراحة جميل لو نتكلم عن مشاركات الخاصة بالسوشال ميديا دايما نشطاء على مواقع تواصل الاجتماعي حليما يشاركون بعد في العديد من قول تيهم العديد من الدعوات تيهم مشاركات في العديد من الأنشطة المختلفة شو أكثر الأنشطة اللي شاركتي فيها وحسيتي بالفعل إنك عطيتي فيها من قلبتش ومن خاطرتش وحسيتي إنها فعلا كانت مفيدة صراحة أني وكنت مع الشيخ حمدان بن مبارك كان في مؤتمر الصحة العالمي عن الدزيز اللي هي الأمراض الوراثية وكيف نتفادها فبهرت ما شاء الله بهالكم الهائل من الدكاترة والعلماء اللي كانوا معانا كيف نحن جينيتك وراثيا نتفادها هذه الأمراض فكان هذا ما شاء الله يعني من أكبر المؤتمرات فما شاء الله عليها دولة المرات يعني تحرص على هذا الشيء فيابو دكاترة ما شاء الله من بر البلاد وداخل البلاد في كذلك مثلا حذرت خلنا نقول شوي للتجميل وللعطور وللأكسسوارات والشناط نوح يعني أشياء طبيعي وأشياء جمالية كان فيه في دبي مول بحضور الشيخة مهرة من محمد بن راشد اللي كان بالنسبة لي صراحة هذا يعني الإيفنت ما بنساه طول حياتي فهي كانت ما شاء الله موجودة وشاركتنا افتتاح هالإيفنت كان فيه عطور سواع الشناط يعني كل شيء يخص المرأة فهذه من ضمن الأشياء اللي ما أنسها فيه وائد ما شاء الله وفيه كذلك التطوع عمل التطوع يعني فعلا أحس نفسي ذوي الاحتياجات الخاصة يوم أشارك فعلا تكون عندي البهجة والسرور يعني هذه ضمن الأشياء اللي ما أقدر ما شاء الله حليم يعني نوعتي أنشطة يمكن نفس ما ذكرتي طبية أشياء تخص المرأة عالم الجمال أصحاب الهمام كبار المواطني الأشياء التي تخص عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا في شيء ثاني عن الأزياء يعني دائما أحرص أن أزياء أن تكون نفس أمهاتنا ونفس قادتنا ونفس شيخاتنا وشيخنا يعني نقتدي بهم كيف هم يلبسون عيالهم نحن نحب نمشي على هذا الشيء يعني أوكي أتابع الألوان الأجنبية الموضع العالمية بالعكس أذمج بس ألتزم بتقاليدنا وتراثنا وإن شاء الله أني أنا أكون أمثله يعني أعطي حقي يعني لا ما شاء الله عليك يعني حليمة ونعم المرأة الإماراتية والنموذج أكيد اللي نقتدي في النهاية أنت ما نسيتي أو احتفظت بالفعل يمكن بالعادات والتقاليد الإماراتية والموروث الثقافي الإماراتي تكلم عن مجال تصميم الأزياء واختيارك بالذات أنت صميمين العبي والجلابي أنزين تمام في شغلة وحدة اللي هو مجال التجميل طبعا أنا مجال التجميل أختار بس العيادات اللي هي موثوقة واللي هي يعني ما فيها أي يعني أي شيء ضر المرأة أو شيء أحرص أني أختارهم الأماكن الزينة وأوجهها يعني مثلا الوحدة أتحافظ على جمالها الطبيعي أنه مش بس دعايا حليمة لا أكيد وأنصح فيه حتى خواتي اللي في سوشال ميديا ما قدر يعني أحط أي شيء ما يضيف للمرأة يعني ويكون صالحها ما أتبع المادة أبدا 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 فأخلي البناتنا أنهم يحافظون على شكلهم ممكن يهتمون بفيتامينات بتغذية عرفتي وما يغير من أشكالها لأنهم كلها الحلوات والله والوحدة على طبيعتها تكون أحلى ممكن تهتم في التغذية مثل ما قدرت أشراقة البشرة تغذي بشرتها هذا عندي الأساس لكن مش اللجوء إلى عاملات تجميل لقصدتش اللي بالهوس أو المبالغ فيها إلا إذا هي كانت مضطرة يعني المرأة اللي ربت وعندها عيال ممكن محتاجة تتوجه لها الشيء يمكن بالعكس أنا أشجحها بس في أماكن مضمونة لأنها عندها حاجة في حاجة في حاجة للموضوع وأماكن مضمونة ومصرحة من هيئة الصحة في عندنا ما شاء الله في بلادنا ما في شيء يعني ما في شيء غير مصرح هذا الشيء يعني الحمد لله فبالعكس إذا هي عندها أي شيء تبدأ تعدلع قبل ربا أو شيء هو من مرتاحة منه بالعكس تتوجه بس إذا ما كانت محتاجة ما أنصحها صراحة صحيح لأن الصحة ما يعادلها شيء أكيد ونبعد عن المبالغة والهوس طيب نرجع لموضوع الأزياء حليمة واختيارة تصاميم الجلابيات والعبايات من وين تستوحين أفكارت صراحة أفكار أستوحيها من الطبيعة من تراثنا موروثنا ما شاء الله مليان وطراثنا ما شاء الله مليان أستوحي من ستايل جداتنا خواتنا أمهاتنا مثل ما قتلتش من الطبيعة من صورة من لوحة فمن هني تيني الأفكار أفكار تصاميم أكثر العبايات تريد تحب تساميمها الملونة أو العبايات السودة شوفي صراحة أنا أكثر شيء أكثر شيء أحب العبايات السودة يعني بدون زال لأن لها كلاسيك حتى دور الأزياء العالمية يتوجهون لون الأسود يظل هو الكلاسيك اللي هو الراغي يعني تحسين فخامة بس يعني مثلا حسب الظهور إذا كان عندك مجال صيف تضطرين تلبسين ألوان فاتحة في السفرات في السفرات أي في السفرات أكثر تشوفين تتاجون العبايات الملونة الملونة صح نتكلم عن هذا التصميم اللي جدامنا شوفي هذا التصميم صراحة أنا استوحيته مثل جاكت طويلة هذا تلبسينه في المناسبات في السفر ينفع حتى السفر فيه طبعا شغل الإيد اللي تشوفينه الموجود فوق هي كل شغل الإيد وفيه القصة وفيه الكلر شوية يعني كلاسيك على راقي فيه معارض شاركتي فيها حليمة خاصة بالعبايات صح هذا معارضنا إليسي يمكن هذه سادس دورة له نسويه في قريب دبي مول اللي هو الأدرس دبي مول أو الأدرس بوليفارد فحتى هناك تعودت على زبايني وزواري هناك يعني استوى المكان مكاننا مش أول مشاركة السادسة ماشاء الله هذه سادس مرة معارض إليسي أوجه لها زميلتي وحبيبتي فاطمة لغفلي أنا وياها يعني اللي نكون معارض دائما نحن اللي نسويه ونشارك فيه هذه مثلا عباه حق الصفار خفيفة حق المناسبات وهذه تقم كامل تقم كامل مع الشيلة هذه بعد تقم كامل مع الشيلة كل الشغل إيد دانتيل إذا تشوفي الليس دانتيل هذه بعد للمناسبات للصفار حلو فيه بالنسبة لك حليمة ألوان تشوفينها هيلة رند أو الألوان اللي تصلح تكون في فصل الصيف وحتى في السفرات لأنه الحين عاد وقت الحار الناس كلها تطلع براء البلد صح توجه للفاتح كلنا فسوي لهم الألوان الطرابية حلو الألوان يعني اللي تكون ناعمة على أشعة الشمس فهذه الألوان اللي أفضلها وألوان الباستيل اللي أحب أختارها هذه الألوان اللي أنا أحبها يعني في هالسيزن جميل من هذا التنوح حليمة شو الأشياء أو المهارات اللي تحسين تطورت عندك يعني كإعلامية تواجدت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مجال تصميم الأزياء شو أكثر المهارات اللي تحسين فعلا صارت عندك يعني تنمت هذه المواهب وهذه المهارات صراحة يعني نزول للميدان علمونا يا شيخنا يعني الواحد ما يسكر عليه بابه ويلس لازم تنزل الميدان تشوف الناس تكون في موقع الحدث فتعلمنا هذا الشيء من الشيخ محمد بن راشد الله يحفظ يطول عمراء رمين يا رب الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه وباقي شيوخنا فتعلمت يعني يكون بيني وبين الناس حوار أنزل المجتمع تكون عندي مهارات السكيلز مع الحوار بديهة أنش تفهمين الناس شو تبع شو تحتاج منش شو يبع هالجيل يعني شو يبعون الحريم نازم تبحثين تدورين تحطي لهم الشيء اللي هي تفيدهم فهذا اللي تعلمت والأشياء الصحيحة فعلا وسبحان الله هؤلاء علاقات يعني كتسبت علاقات وايد الحمد لله يعني فعلا أسعدنا بشوف تتشي اليوم حليمة أنت نموذج المرأة أكيد الواحد يحب يقتدي فيها في مختلف هذه المجالات منالج كل التوفيق سواء على منصات الأصل الاجتماعي في المجال الإعلامي وحتى في مجال تصميم الأزياء الناشطة الاجتماعية وأيضا مصممة الأزياء والإعلامية حليمة المهيري نورتنا يا طيش العافية حبيبتي شكرا بالله ويهج وأشكر صباح الخير يا وطن وبالتوفيق لأن من أكثر البرامج اللي أنا أحرص على متابعتها حبيبتي لنا الشرف يا طيش العافية حليمة شكرا